لحظة تاريخية تعيشها الحياة السياسية الليبية بعد توصل طرفي النزاع إلى اتفاق مبدئي ينهي حالة الصراع الحاد بينهما وذلك بعد مفاوضات استمرت أياماً بالعاصمة التونسية بين وفد يمثل المؤتمر الوطني العام في ترابلوس والبرلمان المنحل في مدينة طبرقة وحسب تقارير إعلامية فإن الاتفاق نص على تشكيل لجنة من الطرفين بالتساوي تساهم في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له وذلك في مدة أسبوعين ليتم بعدها إجراء انتخابات تشريعية في مدة لا تتجاوز سنتين وتتمثل أولى العقبات أمام هذا الاتفاق من ناحية أنه لا يدخل حيز التنفيذه إلا بعد موافقة حكومتي ترابلوس والتبرقة وتبقى الأصداء القادمة من المدينتين متضاربة بين من يثمن ما جاء به الاتفاق ومن يصف الموقعين بأنهم يمثلون إلا أنفسهم فقط ويأتي هذا الاتفاق التاريخي بعد أسبوع من طلب تقدمت به دول جوار ليبيا المجتمعة في الجزائر العاصمة من الفرقاء الليبيين بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية وتلعب الجزائر دورا هاما في عملية وضع أسس الاستقرار في الجارة الشرقية من خلال قيامها بوساطة واعدة بين المختلفين على سياغ الحكم في ليبيا مفضلة الجزائر الحل السياسي على أي دور عسكرية لا يزيد إلا في تفاقم الوضع وفي أول تصريح على تشكيل حكومة وحدة في ليبيا عبر المسؤول الأول عن حلف شمال الأطلسي على استعداده لتقديم الدعم لهذه الحكومة انطلبت ذلك رافضا الحديث عن أي تدخل عسكري في الوقت ذاته تنقل صحف غربية أخبارا عن تحركات لطائرات استطلاع تابعة للناتو تحوم فوق سماء سرطة تمهدا لأي ضربات مستقبلية على أهداف تابعة لتنظيم داعش اشتركوا في القناة